السلام عليكم حبيبنا لازم عاملين ايه رب تكونوا بخير ان شاء الله نشرح مع بعض المخاضرة الاخيرة سيلف ليرننج تقريبا كده ايه الدكتورة ازاهت من الرغي ايه وفعلت ايه خلال المخاضرة ده سيلف ليرننج تمام كده فالمخاضرة ده ايه بتتكلم عن جزئين تمام انا احاول ايه بالضبط ايه انجزكو وفي نفس الوقت ايه اردت على كل حاجة ان شاء الله فأول جزء كده بيتكلم عن ايه ان هنشوف ايه الحالة الصحية للطفل وهو صغير تمام وايه اللي ممكن يحصل له بسبب المشكلة ده لما يكبر تمام كده فأول مشكلة معنا هي اللو بيرس ويت اللي هو لما يكون وزنه قليل ايه اللي ممكن يحصل له هو كبير قالك ان الشخص ده هيحصل له increased risk risk from cardiovascular disease يعني انه هو هيموت بسبب cardiovascular disease امرت القلب قالك برضو ان الناس دي برضو لما بتكبر والbody mass index بتاحها يبقى عالي ده هيجيلهم risk انه هم يجيلهم type 2 diabetes cardiovascular disease القلوتينج فاكتور هتزيد الليبت هتزيد فقولي ده برضو ايه بيزود cardiovascular disease تمام كده ثلاث نقطة بيقولك ايه ان الناس دي برضو يعني بيزبقى عندها risk factor زيادة بنسبة 40% عن الناس الطبيعية انها يجيلها stroke and chronic heart disease تمام كده قالك برضو في الاخر ايه ان اللو بيرس ويت برضو ده الناس دي برضو معرضة ان لما تكبر يجيلها ازمة ويجيلها chronic heart disease اللي هي كوبد ليه لولا تتهاب الحاجات التابعة الرأى وكذا يعني بكل اختصار ايه يبقى له birth weight يبقى ايه هيكله قلب مجالوش قلب هيجيله سكر chronic heart disease ازمة كوبد وكاملة كله ثانية حاجة اسمها برجرامل يعني برجرامل قالك ان الوريان المفروض بتنمو عند specific stage of gestation يعني يعني المفروض مثلا ايه اللي فاريانمو في شهر معين كذا تمام يبقى كل عضو بينمو في وقته معين حاجة بده هي قالك له حصل physiological insult يعني ايه لو حصل تغير في الفيسيولوجي حصل تغير في النمو الكامدة كله ده مفروض يحصل مشاكل صح كده بس قالك ان الطفل بيبقى هنا عنده حاجة اسمها بلاستيستي اللي هي كلمة الحمرة دي يعني بلاستيستي قالك ان السيل والتيشو طبعا ده بلاستيستي يعني مرونة مرونة يعني ايه يعني انه هو الجسم يبقى قادر يتكيف مع التغيرات دي ايش طبعا بس في بقى مشكلة قالك ان التغيرات دي ان الجسم يبقى قادر ينجو اللي هي survive من الكونديشن دي بتبقى اسمها syrifty بص syrifty genotype اللي هي كلمة الحمرة التانية دي syrifty genotype قالك ان syrifty genotype دي بتبقى ensure survival in the womb اللي هو في الرحم ان هو ايه ينجو من التغير دي تمام ام 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 ايه بقى هل بقى دي حاجة حلوة وكل حاجة لا قالك بقى اول لما يخرج من بطن امه هيحصل له حاجة اسمها handycap بص اعلم عليها برضو ليه هي handycap تمام اول لما يخرج من امه هيحصل له حاجة اسمها handycap فهيبدأ بقى يحصل له الامراض وكده تمام يبقى انت منخص البتاع ايه ان الطفل بيبقى عنده حاجة اسمها بلا السيستي مرونة انه هيبدأ يتكيف وبتبقى على الحتة دي اسمها سيارفتي جونه طيب هيبدأ يخرج من بطن امه هيبلع بقى يحصل له handycap ويبدأ يحصل له كل امراض فيه حاجة اسمها بقى development consequence يعني ايه يعني لازم تتابع الطفل بكده فاول حاجة بيقول لك ايه ان وزن الطفل ده very crude measure of fatal development in the womb يعني ايه انك لازم تقيس وزن الطفل ده مهم جدا 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 قالك بقى لو حصل له reduce burst ويت لو وزنه قليل فده بيدل ان ايه انه حصل له يعني slower development of many different things يعني ايه لما وزنه قليل ده معناه ايه يعني اتشو بتاعته قليل يعني نموها قليل فهي لو وزنها يعني لو النمو بتاعها كويس فبالتالها هيزيد حاجة ايه بدهية اخر حاجة بقى بيقول لك ايه برده ممكن يبقى الطفل نورمل يعني وزنه نورمل وفي نفس الوقت ايه يبقى برده عنده مشاكل في التشو تمام لان هنا بقى ساعتها حصل ايه ماسك النورمل النورمل بتاع ده حصل ايه ماسك تمام كده يبقى هنا برده ملخص ايه ان الوزن انك توزن الطفل يبقى حاجة مهمة لو وزنه قليل ده يدل ان التشو نموها قليل طب يفرض لو هو نورمل ممكن ماسك لنمو ه ان نرى هنشوف بقى المشاكل ممكن تحصل في الطفل هو القصر اللي هو القصر يعني بيقولك ان الوضع سيبقى صغير عشان هو مش بيطود تمام يعني الراجل ده جنعان بيك فن حمدها ليل ثاني النقطة اللي هي سن سنس اللي هو ايه بيبقى رفيع ليه بيبقى رفيع قال لك عنده له بقى مصر بلق عنده له بوديرنال انديكس يعني مش عارف ايه بوديرنال دي بس يعني ايه بقى تسألني بقى ترجمتها بقى يعني ايه عبتها في خمسة تبع عارف والله قول لك هترجمع ايه حسن في حد هيعضي يقول لي انت بك كروتنا ومش عارف ايه اقفها اشوف تعال يا جنعان يلا بوديرنال يعني ايه بوديرنال يعني تقيل يعني بيقول لك ايه ان الوضع هيبقى رفيع عشان مش هيبقى تخين مش هيبقى تقيل يعني انا قلتلكم ان هو بيكفن لحمدها هلال يا جنعان الثالث مشكلة بيقول لك large head يعني دماغه بتبقى تقيلة بسبب brain growth بيبقى له اكتر تمام يعني الغذاء بيبقى راح اكتر للمخ ثالث حاجه small abdominal circumference اللي هو الخصي بتاعه صغير صغير بسبب الorgan development poor وهكذا يعني اشتا بعدين بقى بيقول لك ايه بقى فيه شوية كده تغيرات تحصل في الفيسيولوجيا مش عارف ايه ماشي بيقول لك ايه التغذية ايه في الحامل يعني بيقول لك ايه لو الست in adequate nutrition لو مش بتاكل كويس اشتا لو الست مش بتاكل كويس في مرحولها الاولى بقى وكده بيقول لك ايه بقى ايه اللي هيحصل قال لك لو الست ما كانتش كويس ده هيسبب لها ضغط هيسبب استرس طب الاسترس ده مشكلته ايه الاسترس ده اذا ما انا عارفين انه بيزول حاجه اسمه كورتزول الكورتزول لما يعلى تمام يعني هيبوز هيعلي الضغط زي ما انا عارفين هيعلي الhypertension تمام الكورتزول لما بيعلى هيعمل الhypertension طب الhypertension ده بيجي بقى بسبب ايه بارده قال لك حصل ماتيوريشن اوف نيفرون انزاكني يبقى الطفل ده هيحصل له هايبرتنشن تمام بسبب ايه ان النيفرون هتنمو يعني هتنطج قبل معادها فده ايه ده مشكلة ثاني حاجه ايه اللي هو هيحصل ريديوس في الالستين يعني ايه في البلاد يعني الالستين ده بيعمل ايه الالستين ده بيبنع تصلب الشريرين فلو حصل ريديوس في الالستين هيحصل حاجه اسمها stiff arterium اللي هو ايه التصلب الشريرين ثاني حاجه بيقولك برضو ايه ان الhypertension ده بيزداد بسبب اللو اللو اوف نيترق اوكسيد نيترق اوكسيد ده احنا عرفينه هو بيعمل فلما يقل هيحصل ويحصل حاجه اسمها ايه اندوسيليام اللو اوف هيبوز ده يعني معناه ان الناترق اوكسيد هيقل تمام كده وبسبب ثاني حاجه بيقولك ايه طب لو التغذية مش حلوة في السكند تريميستر في الشهر التاني من الحام قالك ده هيحصل انسولين تمام فبالتالي ايه بصوا يعني الانسولين والبورتين والمسل كلهم منهم علاقة ببعض فلما يحصل انسولين بالتالي هيحصل بورسكيلتان موسل وده هيقصر هيكون معها برزيست تمام طول حياته وبعدو لما يحصل انسول رزيستانت حاجه بدهية يقولك هيحصله طيب 2 ديابيتس تمام كده الكلام كله هاري انما بقى في السكند تريميستر قالك لو حصل بورن نتريشنز هنا ساعتها بقى يحصل حاجه اسمها بريين اسبيرنج يعني بريين اسبيرنج قالك ان المخ هو اللي هيخد يعني معظم الغذر فلما يحصل معظم الغذر المخ طبعا هيكبر وفي نفس الوقت ايه هيقصر على أعضاء تانية زي مثلا هيقصر على الليفر فلما يقصر على الليفر زي ما احنا عارفين ان الليفر ده بيصلنا على كوليستيرول فايه فيحصل ايه ألتر أبيلتي ان كنترول بلاك كوليستيرول فالكوليستيرول مثلا ايه هانتو كمهة كبيرة مش عارف ايه فيحصل له بها ديستيبيديميا هيحصل له كونيك هارف ديزيز تمام كده يعني منخص الكلام ده كله يا جنعين الأم تظبط أكلها وهي حامل تمام بس في نفس الوقت هي يعني ما اتروحش بقى تهفها بقى على أفسيخ يعني عديها تطلع على طول عيل زي الأفريق مطرشم ومطرقع وحكايته على الله تمام كده فهنا بعثين بقى بلدي بلدي يتكلم بقى عن لينك material nutrition يعني پردو تغزيه أثناء الحاملة برضا يا جنعين بيقولك بقى إن التغزيه أثناء الحاملة دي بيه هي والجنين وكدا بتتأثر على ايه قل لك والله مثلا بتتأثر على حسب البلاطفلوب بتاع اليوترين تمام اللي هو الرحم تمام وقال لك برضو البلاطفلوب بتاع البلاسنتا اللي هو المشيما دي والبلاطفلوب الأمبليكال كورد اللي هو الحبل السوري يبقى أنت الغذاء للطفل بيتأثر بإيه بالحاجة بالرحم والمشيما والكلام ده كل لا ملخص الكلام ده كل بعدين بقى بيقولك إيه كل العامل دي لو حصل فيها مشاكل فيحصل مشاكل في الجرس والنمو بتاع الفيتل بيقولك بقى مش عارف إيه كده مهم يعني بيقولك إيه لو الأم لو الأم أكلها قليل تمام ده هيخلي الوضع بقى يعني لما يتبر هيحصل لكورونيكار ديزيز أوبيستي هايبر لبيديميا طيب توديابيتس كلام كله لسه إيه يعني هو أمه ما عندهمش محتوى بس عايزين يعملوا بلك للمحتوى ده يعملوا يعني بيقولك برضو إيه إن النوع والسفيرتي بتاع المرض ده بيعتمد على الماثر السيجي بريجنانسي وين زافي من أوكيرن يعني بيقولك يعني لو مثلا الأم حصلها مثلا مجاعة قوي فبالتالي إيه مثلا الكورونيكار ديزيز هيحصل الوقت السفيرتي بتاعتها هتزيد تمام كلا يعني طيب رفت بقى يعني إيه النتشم بتاع الأم يعني كان قليل شوية فالسفيرتي هتقل ده معنى الكلام آآ تاني حاجة بيقولك إيه الأمهات اللويس بادي ماس إنديكس تمام وزنق ريجل فده بالتالي إيه هتطلع عيال برضو إيه آآ وفيعين وعندهم برضو إيه ضغط ضغطهم عالي هاي بلد برجع وكمان إيه يعني آآ بيعنهم برضو إنسان رزيستان ها بيعندهم ديزي بيدامي يعني هجدعان كله إيه من الآخر ديزي بيدامي هايبر تنشان آآ كورونيكار ديزي برضو قالك الفلوب برضو مهم برضو فاكر كما احنا قلنا بيحصل مش عارف آآ نيو تيوب يولر حاجة كئة والله ما فكرة بس ساكت في محاضرة يعني تمام هايحصل يعني مشاكل في العصاب وكله فعشان كده ايه الام لازم تزبط الخدرات والكلام ده كله عشان ايه تحصل على الفلوب كويس قالك برضو الكالسيوم برضو بيقلل الضغط تمام فبردو لازم الام تزبط الكالسيوم عنده ايه بعد ده ملقص اللي فات بقى بيقولك يعني الكلام اللي فات ده كله يدل على إن الجيرل واليونجوومن نازم يعني يزبطوا الاكل وهم حوامل يبقى ايه ايه ادكويت سابلوي اوف اونيوتين ياكلوا كويس عشان ايه الكلام ده كله بيقصر زي ما نعرفينه كل ما العالبه تكبر وكده يعني فعندى ايه الكلام كله ايه عايد برضو نفس الرغي وكل حاجة بص هو كلمتين يعني يعنى ويقضها بكذا صيغر يعني هو يعني عشان كده ايه اتعرف اصلا مرقص الـ Nutrition اصلا ايه اه كل كويس كل Fiber كل فاكهة اه كل اشرب مية اعمل رياضة بطل سجاير اعمل like و subscribe اه هو ده مرقص بس نحري و نزيد و نعيد فهنرجع الكلام بتاعنا اه بيقولك ايه انك تظبط ال اه يا جنعة اه بيقولك ايه ان ال low birth weight او arabic gross كل ده هيسبب risk of disease كلام كله عمانين والله نعيب اما اما بقى رسمة دي بتقولك ايه بيقولك ان في اول trimester تمام وساكن trimester بيحصل حاجة اسمها cell proliferation الخيار بتبدأ ايه يعني سيتنموا كده في اخر trimester سيحدثة trimester بيحصل حاجة اسمها cell differentiation تمام يبقى انت اول حاجة بيحصل لك cell proliferation بعدين يحصل cell differentiation ومفروب بيحصل الحاجات دي بيحصل ما بينها balance تمام بيقولك بقى ايه هنا برضو ايه يعني رسمة هنا بيقولك ايه بيحصل حاجة اسمها nutritional stress زي ما احنا عرفينها لو حصل stress هيبتالي الكورتزول هيعلى الكورتزول لما يعلى هيزود نمو بقية الاعضاء للطفل زي مثلا قال لك ايه مثلا او هيقلل على حسب قال لك مثلا البتا بنكرياس دي بنكرياس لما هيحصل له incomplete developed طبعا البنكرياس لما يقل يبقى هيحصل insulin resistance لما يحصل insulin resistance هينتقى هو type 2 diabetes حاجة بده هي قال لك برضو يمكن يحصل مشاكل في اللوفر تمام النموة بتاع اللوفر لما النموة بتاع اللوفر يبوز يباكل السيرول هيبوز فبالتالي هيحصل dyslipidemia تمام كده هي dyslipidemia قال لك برضو كدني كدني لو حصل فيها مشاكل هيحصل hyper tension كلام عمالي نعيده بس ايه بقوله تاني بعدين بيقول لك ايه با هنا الكلام باردو بيقول لك اهو نا لا لديه الساعد بيحصل ايه perfilation هو perfilation وبعدين وبيبقى فيه بالانس ما بينهم ولو الكورتزول يعلي هاي هنا باي بولي gio الكورتزول لو يعلي كين اهو قال问题 الكورتزول لو يعلي آ� وقال لك الرع filme تعليق الانت hungry يعني طلع الكورتزول قبل الثلاثة وعشرين مثلا بزيادة او كده هيحصل المشاكل ونشوف الميكانيزم كان شوي الميكانيزم بقى بتاعه يا جنعان الاول حاجة بيقول لك ايه لو الست نيترشن بتاعه بريضة لو الست نيترشن بتاعه بريضة اللي هو انضر نيترشن مش عارف ما بيرسلمش انضر نيترشن اللي يعني بتقول برتون قليل بتقول انيرجي انتاك فاحنا قلنا ايه ده هيعمل لها السرس ولما يعمل السرس هيزود الكورتزول لما الكورتزول بيزيب بقى قال لك لو الكورتزول زاد بعد الاسبار 23 قال لك ده عادي يعني ده يعني الزيادة ده مش هتأثر ليه بقى مش هتأثر قال لك اللي انه اصلا لما يخش فيه نزيم هيعمله اناكتيفاشن اسمه 11 ربيتا هيدروكسي سترويد دي هيدوجينيات اللي اختصار HSD ده مهم ما يجل عنه جدا تمام كده ده بيعمل اناكتيف للكرتزول بيعمل اناكتيف للكرتزول وكده قال لك بقى بس لو الانزيم ده بيشتغل امتى امتى سمحنا قلنا في الاتر انما لو الكورتزول عالي في لا ده مش الكورتزول هيقول برا عني الموضوع ده وهيحصل بقى مشاكل في النماء والكاملة كله يبقى انتين يبقى كده منخص الكاملة يجد عن ايه ان لو الست كالت قليل فهيحصل لها السرس فبالتالي الكورتزول هيزيد لو بعد ايه لو زيت بعد الاسبار 23 فكده امان لان الانزيم اللي هو اتش اس دي ده هيزبط هيعمل اناكتيف للكرتزول انما لو في الايرلي مونس ده ايه هيعمل مشاكل تمام كده واحدة بقى ايه فيها اروح الفمينيس بقى تول انتو عملكوا بالمرأة وعمالين تتكلموا عليها وتنصحوها سوبوها في حالها واانت يا اولية كما انت شايفها يعني الست لو مش مصبوطة بتطلع يل المش مصبوطين يعني فااااااا فصلاح الست احسن من صداح فخر العرب وكما قال الشاعر الأم مدرسة إذا عددتها مش عارف إيه كده عددتها شعبا طيبة فبالله عليك كده بطل عبط فنخش بقى على تاني بقى إيه عنوان بقى نخش بقى على تاني عنوان معانا بقى اللي هو النتشن في الأولدر أدلل اللي هما إيه بقى الناس الكبيرة بقى اللي هما بيبقوا فور 65 سنة وكده ودول أصلا يعني بيقولك كماش فورا هيبقوا هما ربع سكان وكده فمهم بقى بقى إحنا نتكلم عن إيه عن حاجة اسمها الاجينج الاجينج اللي هو الشيخوخة بيقولك بقى إيه منوخص الكلام ده كله إن الشيخوخة بتعتمد على ثلاث حاجات بتعتمد على الجناب بتعتمد على LifeSide بتعتمد على Nutrition الحاجات اللي انت تقدر تعمل لها Control أكيد LifeSide والNutrition حتى بيقولك LifeSide والNutrition لو انت زبطتهم بيزودهم Longevity اللي هي يعني طول العمر طبعا لقى إيه لقدر بقى إلي الله في يعني بعدين بقى بيقولك إيه كده في الكم سطر الأخر دول اللومة دول بيقولك إيه إن في الفترة اللي فتت يعني اللومة أخي مثلا عشرة بسنين كده بيقولك إن المعيشة والتغذية في الغرب بقت أفضل فبالتالي إيه بيأكلوا كويس وبينعبوا الرياضة والكلام ده كله فالشيخوخة بتتأخر تمام عندهم بعدين إيه بقى بيقولك بقى حاجة اسمها في السيوليكا لتشينج إيجين يعني بص في حاجة اسمها ساكروبينيا ساكروبينيا دي يعني الرجل الكبير بقى يبدأ بقى يفقد المسل مايس القطلة العضلية بتاعته بقى والفانكشن وكده فبيبقى إيه أسبابها أسبابها إن هو ما بيتحركش الموبيلت بتاعته قليلة إن أكتف الكلام ده كله فبالتالي إيه الحركة القليلة والكلام ده كله بيزودوا رابد بروجريشن أوف ساكروبينيا في بقى حاجة اسمها ساكروبينيا أوبيستي فالمسل القطله العضلية بتقيل وكمان بيبقى معاه اكسس فاد كيس طب إيه ما هي يعجي الاكسس فاد اعمل بقى فيسكال اكتفتي وإكسورسايز وكلام ده كله كيس طب إيه بقى الفيسيولوجيكال إيه اللي لقى علاقة بقى بالنيوتشن في الكبار أول حاجة بيقولك إيه الليين بادي ماس بيقل ده هيقدي إليه بقى؟ أو بسبب إيه؟ بسبب بيزة الموتابوليكية على قليل الحر الطاقة اللي بيحتاجه قليلة وهكذا يعني ثانية حاجة اللي هو loss of sensory acuity test smell hearing region يعني بيقولك إيه إن الحوز بتاعته بتبقى ويزة تمام؟ فبالتالي بقى إيه أكله هيقل شهيته دزاير إيتنج هتقل تمام كده؟ حتى الكمال اللي هيكلها بقى إيه أو لما يجي يحضر الطعام ومش شايف كويس وبتاع فده هيقصر برضو عليه ثلاث حاجة اللي هي quality of dentation اللي هو سنانه بقى وكده طبعا سنانه بتبقى مقصرة مش عارف إيه فبالتالي إيه بقى مش هيقدر يكل كويس تمام؟ في نفس الوقت برضو إيه بيبقى بقوا ناشف dry mouse وفي صلايفة قليلة فبالتالي إيه بقى؟ ده هيعمل ألصر وهيعمل كروح بقى في الفم بقى وصور سوريت ووصنانه هتبقى وحشة رابح حاجة بقى اللي هو إيه الكدني بتاعته بتقل وده هيقدي بقى يلعبا طبعا احنا عرفين إن الكدني بتأثر على المية تمام؟ على الفليوود واليورين تمام؟ فبالتالي هيحصل له risk hydration بما إنه هيقصر على يورين فهيحصل لكم فيوجان ارتباك تمام؟ اللي هو الأمونيا والكلام ده كله خمس حاجة اللي هو GIT هتتغير فإيه اللي هيحصل أول حاجة مثلا عندك كله سيستوكاينين ده هيزداد ولما يزداد هو أصلا مسؤول عن الشبع فبالتالي إيه؟ أكله هيقل تمام؟ وشاهيته هتقل وبرضو إيه؟ الأسد يعني في الفترة دي بتقل تمام؟ لما بيجبره بتقل طب إيه المشكلة قالك إن الأسد دي أصلا حلوة إنها بتمتص المنرال والفيتامين والكلام ده كله تمام؟ بالذات المناء فبالتالي حاجات دي هتقل تمام كده؟ وبرضو بطنه الموتيلت بتاعتها بتبقى قليلة فبالتالي هيحصل لكم السيباشن ماشي خمس حاجة بقى اللي هو برضو إيه؟ المناعة بتاعته بتقل بسبب T lymphocyte production قلت ماشي قالك إيه بقى؟ أو مثلا بسبب أمراض CORONIC DISEASE طبعا بما إن المناعة قلت فبالتالي إيه؟ الريسك اوف انفكشن هيزيد لأن المناعة هي اللي بتقضي على الانفكشن وده كده إيه منخص الكلام ده؟ بعدين بقى إيه؟ اللي هو العوامل مش عارف اللي بتقصر على الNutrition citizen older adult تمام؟ بصوا يعني ملخص الكلام برضو إن فيه شوية أمراض بتقصر على التغذية بتقصر على الخلال الصحية الكلام ده كله زي ايه؟ أول حاجة مثلا إنه هو مثلا حركته قلت الموبيلتي بتاعته قلت ليه؟ بسبب إنه عنده 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 مشاكل في العضلات مشاكل في العضلات مشاكل في العصاب مشاكل في التنفس مشاكل في النوع بدأ يزيد في الوزن تمام؟ بدأ يظهر له مثلا يحصل له كوجنيتف فانكشن وديمانشيا طبعا ما فيه حاجة يبتزع في الكبارة اللي هو النسيان بقى والخرافق كم ده قوله؟ بدأ يظهر فيزيولوجيكال انس يعني بدأ يجي له اكتئاب ممكن بقى حالته الصحية مثلا مش تمام بسبب إنه هو بشرب كحول السوشيال فاكتور تمام ما بقى الشيقدر يشارك زي الأول في السوشيال فينانشال السيتاس اللي هو ايه؟ حالته مادية ما تقدر تشتري أكل معين يروح أماكن التسوق كله هاري يعني تمام؟ بس بقولك المهم مهم اساسمت افنتيشا سيتاس او 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 ايه بيقولك ايه يعني ازاي تقدر تحدد الشخص ده كبير ولا مش عارف ايه مهم يعني ملخص الكلام ده قوله ايه بيقولك ايه؟ ان ان صعب احط معيار او واحد للناس الكبار تمام؟ او الحالة الغذائية ليه بقى؟ لان دي بقى تختلف بقى على حاجات كتير زي ما احنا قلنا ايه؟ الحالة اللغة النيترشن اللايف ستايل الرياضة التحليل بتاعته سواء مثلا بايولوجيك بايوكيميكال مجرميت او هيماتولوجيكال الدم بتاعه عامل ايه؟ يعني تمام؟ الحركة بتاعته السوشيال تمام؟ يعني كلام برضو بيقيد نفسه الفيسيولوجيكال فاكتور هو عايش لوحده مش عارف بيشرب كحول بصوا الكلام ده كله ايه؟ ده كله هاري تمام كده انت بس تعفي انك ما تقدبش تحط معيار لكل الناس بيبقى ويد رينج تمام؟ لان بتختلف على حاجات كتير في بقى ايه؟ بقى النيترشن المتطلبات المتطلبات امو المعنى ايه؟ الكلام ده يعني ايه؟ اختصاره ان ايه؟ ان احنا من قسم من الكبار السن الاثنين كاتوجر او الكاتوجر اللي هو من سن واحد ثانية الهو من سن سبعين سنة واه من سن اقبر من سبعين سنة تمام كده؟ اى ايه ايه Andrew Bucsy你 عندهم بدقل تمام proyecto عن الكبار بسبب مnonPease Menc semaines قد يقل بيقل porc Linic calبة في قمة ايه الرياضه عاقود كل ده ايه؟ ايه؟ احتاج اتق 여�warz بقى ايه؟ ابلت اخذ بالك البيزيد ايه؟ ايه ايه ما بيزيد البقى الmax يعني الnergy cus of activity يعني ايه يعنا هو مثلا عشان يقوم مثلا وليكم من الكومه هو هاد مثلا عشان يقوم يعني بإحتاج ثقه عقلي عن الشخص الوى دلوقتي مثلنا مثلا صح وإيه يعني هو مثل انت بتقوم بسرعة لا هو بإحتاج ثقه عشان ايه أعلى منك بس كأكل وكلا لا بإحتاج أقل تمام طب بالنسبة للبروتين البروتين بقى إيه يعني ممكن يحتاج زيك similar أو يعني أعلى منك شوية slightly higher بالنسبة لفيتامين والمينرال او بيحتاج اعلى او بردو قريب من السيم ليه بقى بسبب ان بقى الابصور بشام وموتابوليزم بتاعه بقى قليل وكده فايه هيحتاج بقى فيتاميات اعلى او هنا بقى بيقولك ايه يعني انت مثلا ايه بما انك بيحتاجه طاقة قليلة تمام كالور قليلة فبالتالي ايه الفيتامين والمينرال يعني هي فاهم هتاخدهم قليل من الدايت فانت بقى ايه ركز بقى عليهم وكده وركز مثلا ايه في اللحمة ركز اللحمة ركز انك تزبط الـ requirement بتاعك ركز انك تاكل كارباهدوات كومبيليكس اللي تاكلها كومبيليكس عشان هي غنية بالفايبر والفايبر ده طبعا بيعالج الكونيسيباشن ولانك الكونيسيباشن اصلا بيبقى مشروف جدا في كبار السن حتى بيبقى اسمه الافيت كونيسيباشن كلام ايه زبط برضو adequate water intake لان بقى طبعا المياه مهمة بتزبط النمر physiological function كلام كله ايه بديهي ليه بقى المياه بقى بيحصل تغير بقى ولازم تزبط اتك وتوضر انتك قالك ان الناس القبار السنى دي الكتلة بتقل اللين بضي ماس بيقل تمام وزنه بيقل والعضل وكده فالعضل الوحيد دي بيحتفظ بالمياه تمام فايه يبقى انت كده ايه بقى بدقوا يفقدوا مياه فانت ايه لازم تخليه يشوى ثاني حاجة الكباس بتاع المياه عندهم بتقل يعني ما بقىش يقدروا يخزنوا مياه كويس ثالث حاجة هو بيبقى خايف من حاجة اسمه ان كنت نسيليه يعني اللي هو مثلا يعمل حمام مثلا نفسه بالليل فيبدأ يبدا ايه مايرداش شغر في بقى يحصل له ايه البداء هيدريشان جافاية ايه برضو الجنةOr perhaps دي ل tangy انتهي فهي بدأ الايه القبر ما بتحسش اصلا انها عطس اهرقا الشعر العطش عندهم بيبقى ضايع فبالتالة ايه مينجرم بقى يexpensive وبالتالة ايه جيلoy هيدريشان كشغره فى ايه ها لازم تذبط انه ايه بريضا سن 있게 وريسك فاكتور مهم يعني ايه كلام ايه انك بالنسبة للإنيرجي والبروتين طبعا ده بايه يعني بصوا انت طبع نفسك الريسك دي مهم ايه بيجيلك ايه باك اول حاجة هتبدأ بتقل في الوزن الواتلوس بلازم قلبه من بتقل لان البروتين بتاعك البروتين بتاعك عارفين ان احنا البروتين ايه بيبقى فيكو اللي هو حاجات فاكتور كده بتقلل بتعمل هيلين وكده بتقلل المناعة بتزود المورتاليتي تمام يعني انت ايه كلام كله ايه يعني مش عارف انا اصلا مش عايز اقوله بس ايشت بالنسبة للفيتامين بي طبعا ايه فيتامين بي زي ما احنا عرفين زي التسعة مثلا بيقلل الهوموس الصيين فلما انت ايه فبالتالي ايه الهوموس الصيين هيعلى والهوموس الصيين ده اصلا بيزود برضو ايه هيزود عندهم كوجنيتف فانكشن تمام اللي هو مشاكل في الادراك بما ان فيتامين بي 12 زي ما احنا عارفين كان مهم ونقصه بيسبب مجاله بلسك انامية الحاجة دي بس اتعرفها اسامي بالنسبة للفيتامين دي فيتامين دي طبعا احنا عارفين انه مهم جدا في امتصاص الكلسام فبالتالي هيقصر على البون تمام تكون العظام والمناعة والاعضلات وكمان ايه هيزود برضو ريسك بتاع كسر العظام كله ايه حرفيا كلنا عارفين مينه تمام فانعشان كده ايه طب بالنسبة للاييرن هيجي لك ايه نقص في الايرن مااشي مااشي يا عم طب بالنسبة فيتامين سي فيتامين سي طبعا بيزبط المناعة فبالتالي هي المناعة تقل فهيحصل ليست ريزستان الانفكشن برضو بيعمل على التأم الجروح فالتأم الجروح هيقل طب بالنسبة للبرتاسيام احنا عارفين بوتاسيام انه يبقى له علاقة بالهايبرتنشن فممكن يحصل هيبريتنشن بيبقى البوتاسيوم مثل ما احنا عرفين له علاقة بالمصل تمام فهيحصل بوري مصل السيرينس بالنسبة للزينك الزينك ايه زي فيتامين سيد طبع المناعة فهيحصل المناعة هتقل والإنفكشن هتزيد والتأم الجروح هيقل تمام وبعده رديوس تست أكريتي يعني ايه يعني حاسة التزوق ايه هتقل يعني بصوا كله والله هارد اشته وبعدين بقى ايه معانا بقى يعطيبه اخر حاجة اللي هو ايه الكير اوف اضل اولدر اضلت اللي هو يعني بقى ايه بالكبار السين قال لك انت عندك مثلا كام حاجة كده اول حاجة كميونتي ميل دي بتبدأ تعمل انت واجبات كده وتوصله له مثلا البيت الشلتر تمام اللي هو مسننه والكلام ده كله حاجة اسمها نيرسينج هوم تمام زي حاجة كده ايه بيروح بقى هناك بقى يكشف بقى ويهتموا بيه بقى سواء بقى لو عنده مشاكل في الاكل ال… اه ماشي ا 000 ماشي اه ماشي كله كلمه ايه بايا ده ايه حكس كده اه مهمة بقى عندك حاجة اسمها survival mechanism يعنية survival mechanism حاجة اسمها بتحافز على la maintenance والrepair يعني حاجة بقى كانها ايه النظام كده في الجسم بيقى بيقعي الrepair بيقعي الصيانه واصلاح اللي حصل بقى تلف أيضا في جسمك فطبعا بديهيا انت عايز تزبط السيسم ده فبالتالي ايه زبط التغذية بتاعتك تمام كده اللي هو بغى زبط بقى الفيتامين البورتين الانيرجي المنيرال تمام كده عشان يحفظ على حالة اسمه هوموستيسيز وبرضو زبط الانتي اوكسلان طبعا الانتي اوكسلان ده بيمنع فيه راديكال فبالتالي ايه هيقلل بقى الاجينج بقى والامراض وكده وفي نفس الوقت برضو ايه يعني يقلل الحاجات الفاكتور اللي هتزود الامج للأورجان والكاملة كله يعني اختشي بقى وبتشربش بقى كحول بقى وتاكل توكسن وتشرب سجاير وابسوا ما تعملش كل حاجة وحشة يعني تشرب كحول وسكر والكاملة كله في بقى ايه اثر هيلس اشو ان اخر ومهم يعني هنا بيقولك ايه ان الناس معظم الناس الكبيرة ما بتبقاش نوت اندر نورشد يعني ما بيبقاش رفيعيا ما تبقى ايه بيبقوا عندهم اوبيستي تمام وبارضو بيقولك ايه انه بارضو بيبقى معظم عندهم طيب توترابيتس وكاردوفاسكار ديزيز والحاجات دي يعني اكتر سببين بيسببوا موربيتيتي تمام انما يقعدوا بقى على السير بقى ويبقوا تعبالين خالص اااااااااان ما يقولك بقى ايه اعمل لايف ستايل وظبط ااااااااااا مش عارف ايه لم كله لك ورغي بدون داعي ومزود أوجاعي يعني مادة بغرية جدا الحمد لله وبكده الحمد لله فضل الله خلصنا شرح المحاضرة وشرح المنهج وقد يبدو انها انتهت الحكاية والرواية وشكرا لكل حد وصل لهاية الفيديو وشكرا لكل اللي كان بيسمعني وشكرا لكل اللي كان بيعمل لي لايك وكومنت وسبسكرايب شكرا لكم بجد ولو كان فيه توفير في الفيديوهات فهم ان ربنا ولو اي تأثير فهمني وعوضا على اي تقصير وشكرا لأي حد يعني كان بيحب يسمعني سوابها كان يقول لي فيديوهاتك انتش مملة فيها ضحك شوية مش عرف ايه فمهم يعني ايه شكرا لكم كلكم ودي بقى نهاية نيترشن والسلام عليكم حبيبنا لازم برضو ايه احط لكم برضو لينك كده كان شرح الرو التانية بولي مر عشان كان مطلوبة لو حد يعني كانش فاهمة وكده وفي نفس وقت برضو احط لكم ايه لينك دفتر التخرج وي سلام سلام اشتركوا في القناة